السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة رجعلكم بفيديو جديد هعمل معاكم طريقة عمل البصارة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هتعجبكم بس قبل ما ابدأ بقى ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة وتفعلوا لزر الجرس عشان يفصل لكم كل جديد عزاكم بقى تجربوها بالطريقة دي وتكتبو لي رأيكم في الكومنتات وهكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف ان شاء الله يلا بسم الله معايا هنا ربع فول ده ربع فول انا غسله من اياه وغسله كويس وسايبه في المياه بتاعته كده ودي ربطه من الكزبرة ودمت خمس فسستون خمس ست فسستون كده وديت تلات اربح طمط مطمط ما قطعهم بالشكل ده ومعايا هنا البهارات كمون شطة ملح هاخد بقى الفول ده وهنا على البتجاز انا غالية مياه نص حلمة مياه كده غاليها وهنزل عليها بالفول المياه دي اللي هزيبها تستوي فيها بجد البصارة دي بالطريقة دي هتعجبكم جدا طريقة سهلة وحلوة قوي بس اجربوها وقلوا رأيكم في الكومنتات بعد ما نزلت بالفول كده هنزل كمان بالطماط دمت حوالي اربعة طمط مط أو خمسة انا مقطعهم بالشكل ده وهسيبهم بقى لم يستو مع بعض هنا بقى هقطع ربطة القصبرة انا بحب اقطعها بالمقص انت عاوزة بقى تقطعها بسكينها انت ورحتك بس هنا انا بحب ان اقطعها بالمقص عشان بمتلكها اكتر هنقطعها حيط الصغيرة خالص بجد البصارة دي عندي من الاكلات الحلوة قوي بحبها جدا جربوها انتو كمان بالطريقة دي وهتحبوها زي ان شاء الله ومش هتعملوها اللي بالطريقة دي بعد ما اقطعت القصبرة بالشكل ده حركناها على جنب دلوقت بها وهاقطع كمان التوم حتة صغيرة خالص هقطعه حتة صغيرة بالشكل ده انت بقى له عزة افرومي افرومي المهم بيكون حتة صغيرة بعد ما قطعت التمرخر بالشكل ده هشوف بقى الفول على البودوغاز انا سيبه يغلي بالشكل ده وقرب كده على السوى هسيبه بقى لم يكمل السوى وهنشوفه هنمال في ايه حين ده بقى كده طفت على الفول هو كده استوى وبقى تمام هضربه بقى في الخلط هنعمه خلص في الخلط وهتشوف هنعمل في ايه هنا بقى جبت حل على النار وخلطت الفول كويس جدا وبعد كده فضيته تاني واسبت النار هادي عليه هسيبه لما يغلي بقى انا خلطاه هو سخن فلا مش هياخد كتير على النار هيغلي بسرعة بعد الفول بقى مغلي بالشكل ده هنزل عليه بقى بالبهارات البهارات زي ما قلتلكم ملح وشطة وكمون انا ما بحطش بالله بغرات كتير هي الملح والفلفل وكمون بس انتبا لو عازت سوتي سوتي بس انا بجده كده طعمها بابا حلوة يعني بغراتها كده تببا مصفوته بعد مفضيت البهارات بالشكل ده هدهم تقليبة وهسيبهم على نار هادي بعد كده هجيب طاس على النار وهحط فيها حبة من الزيت وهسيبهم لما يسخنوا كويس جدا بعد كده الزيت مسخن معايا هنزل عليه بقى بالتوم هقلب التوم بقى وهسيبه لما يخد معايا اللون الأحمر هنا التوم انا بحمره كويس جدا هخلو اللونه محمر كده بعد التوم بقى ما اخد معايا اللون الأحمر الحلو ده هنزل عليه بقى بالكصبرة لانا مقطعها وهديهم بقى تقليبة مع بعض كده لما بنزل القصبرة على التوم بتدري حاجة جميلة قوي ودي بقى اللي بتخلي البصرة طعمها ملوش حل هفض ده بقى القصبرة على التوم كده على البصرة هقلبهم بقى مع بعض كده وهدها غلوتين بس يعني غلوتين بس هي خلاص قربت على سوا خلاص يعني هي كده بقت تماميا وهطفى عليها هي كده البصرة بقت تمام جدا هي كده جاهزة كده هبقى هاجب الاطباق وهاغرف فيه بس يا ريت بقى ما تنسنوش بسبسكرايب للقناة وتفعلوا لزر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتشيروا الفيديو ده لكل قريبكم وحبيبكم علشان الكل يستفيد هاغرفها بقى بالشكل ده شوف شكلها حلو ازاي؟ جربوها ان شاء الله هتعجبكم هنا بقى حمرت بصلاي صغنونة كده وحطتها على الطبق البصرة وبجد جربوها ان شاء الله هتعجبكم واسفكم بقى في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة